تقوم مكتبة المسجد الحرام بتعقيم محتوياتها من الكتب والمخطوطات بما يمثل 100 كتاب كل 8 ساعات وذلك باستخدام الشاعة الأوزن وتتم عملية إزالة الغبار عبر الشفط وتوزال الأتربة باستخدام فرشة مخصص نتابع هذه مكتبة المسجد الحرام التي تحوي آلاف الكتب والمخطوطات والمحتويات النادرة قررت إدارتها تعقيم كل ما يستخدم من كتبها وذلك بما يمثل 100 كتاب كل 8 ساعات للحؤول دون انتقال فيروس كورونا بين روادها قامت المكتبة بإنزال كل كتاب يأخذه القارئ إلى قسم التعقيم ليتم تعقيمه والله الحمد قامت المكتبة بتعقيم أكثر من 100 كتاب كل 8 ساعات تقريبا الآن وصلنا إلى حول تقريبا أكثر من 8000 كتاب تأخذ الكتب المستخدمة بشكل دوري باستخدام عربة نقل ثم توضع في الجهاز الخاص بالتعقيم والذي يسع 100 كتاب وتستغرق عملية التعقيم 8 ساعات باستخدام أشعة الأوزون وتتم عملية إزالة الغبار عبر الشفط وتزال باستخدام فرشات مخصصة يتم وضع الكتب داخل الجهاز ويتم معالجة الأكسجين إلى أوزون تقريبا يأخذ من 7-8 ساعات حسب حالة الكتب وتصنيفها من قبل الخبير بهذا الشيء ومن ثم بعد كذا يعني يخرج هذا الكتاب يتم تعقيمه بمحاليه الكيميائية ثم يرجعه إلى القاعات تحتوي مكتبة الحرم المكي قاعات عدة وتستقبل قاعة الاطلاع قرابة 50 شخصا في الساعة الواحدة باستعاب 20 شخصا احترازيا في وقت واحد من مكة المكرمة عبدالواحد الحميد العربية